وجهت وزارة الخارجية مذكرة رسمية لاستفارة الإسرائيلية بعمان عبرت فيها عن احتجاجها للاعتداءات المتصاعدة على مسيحي القدس المحتلة وتضمنت المذكرة التأكيد على وجوب امتناع إسرائيل عن أية إجراءات من شأنها المساس بحرمة الأماكن المقدسة ووضع حد لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانون القائم في القدس ومقدساتها وفي سياق متصل أدانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الاعتداءات المتكررة التي يقوم بها المستوطنون ضد الحجاج المسيحيين ورجال دين ورهبان وقساوسة أثناء ممارستهم شعائرهم الدينية في مدينة القدس وأضافت الهيئة أن هذه الاعتداءات أصبحت تتكرر بوتيرة متسارعة بحق المسيحيين مواطنين وسياحا بالإضافة إلى الاعتداءات على الكنائس والرموز الدينية والتي كان آخرها تعرض مجسماً للسيد المسيح للاعتداء والتكسير على أيدي مستوطنين وأكدت الهيئة أن الجمعيات اليهودية المتطرفة تسعى إلى زعزعة وتقويض الوجود المسيحي في مدينة القدس باعتبار أن هذا الوجود يشكل الهوية العربية للمدينة المقدسة وتراثها الديني والثقافي والحضاري ودعت الهيئة المجتمع الدولي ومجلس الكنائس العالمي إلى ضرورة التدخل وتحمل المسئولية في الدفاع عن الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة